أبو ثابت كنيته الاسمه أنس لقبه الكسم كنيته أبو ثابت لا تخاف كفه مكان مو على الوجه من يضغب على الوجه الله يحسن ختام مرات سمعتم قصته وهذا طالب علم وتلميذ كان عن زيدي الشعب كريم الرفاعي آه وعن زيدنا الشيخ عبد الرزاق علبي طالب علم منذ خمسين سنة إذا رأيته ذكرت الله عند رؤيته وجه مثل القمر منوى ذكرت قصته ومرات لقيته فقالي والله جاءني الدكان من الرجال والنساء قالوا حكيناها القصة الآن حكاها في الجامع الأموي حكينا شو صار معها الرجال والنسوان جاءوا يتثبتون قلت أنا إن شاء الله صادق أنا الكاذب يبعد شهوده أما أقول لك فلان في بلد كذا واسمه كذا واسمه فلان واسمه رأى كذا ورأى كذا خلاص يبيع ألعاب الأولاد هو ألعاب الأطفال الله قوي وعافي الحاصل له له صحبة مع ملك الموت هو أو ثابت له صحبة مع ملك الموت دائما ملك الموت في المنام يأتي بيأخده بدوره في المنام كذا نعم ليلة من الليالي جاءه قال له والله الليلة ما فيه يعني كل المنامات مؤانسات الآن جد الجد قال له خير والله الآن رسلتي قبضي روحك قبض أرواح الأنبياء والصديقين والملوك نعم والله قال جاء والله وقبض روحي قال وغسلوني وكفنوني ووضعوني في القبر نعم قالوا أنا في القبر جاء ملكان واحد بإصبعه فعل له هكذا بإصبعه أنه عجلس حالك قعود بإصبعه قال والله أنا في المنام في القبر قعدت هكذا نزل الكفن هكذا إلى ثديي إلى الصدر نظر ملك إلى ملك قال على ماذا نحاسبه قال الآن نحاسبه على باعة خشخيشة معروفة الخشخيشة الولد الصغير ها مش يقوله خشخيشة بدنا نحاسبه على باعة خشخيشة في تلك الأيام كانت تباع بليرة سوري بليرة وربع قال لو جاءتك أمرأة سألتك كم ثمن هذه الخشخيشة فقلت لها بليرة وربع نعم قلت لها بليرة وربع فقالت لك طب بليرة ما بيمشي قلت لا لا ما بيمشي بليرة كيف تقول لها أنه ما بيمشي الحال بليرة وأنت قال حاسبوني عن المبيع وعن الشراء وعن الحمولة وعن مصروف المحل وعن والفكر الآن تجار فخين السباه لك كله مسجل عند الملائكة قال أنت اشتغيت الدزينة بكذا وكذا أجرت حمولة ما لك دافع جئت بالبضاعة على البايسيكل بسكليت نعم مصروف محل كهرباء محط لك مصروف ثمانية قروش أنت انبعت بليرة أنت تربح عشر قروش سوري هات المقرعة قال والله يجاءوا بالمقرعة ضربوني الضرب الأول قال والله سمعت صوت عظامي وهي تتكسر عم حثق عنه مفلتان هذا خطيب وشيخ ومدرس وطالب علم ويسعى في الخيرات وفي خدمة الفقر وبناء المساج كان يروح من هنا لدير الزور يساعد الناس قال الضرب الثاني الثالث فإذا برجل صالح عرفه دخل بين الملكين وأمسك المقرعة فقلت له أهلا أبا فلان قال أنا لست أبا فلان قاله من أنت قاله أنا سورة تبارك أنا سورة الملك أنت في حياتك كنت تقرأني كل ليلة والآن جئت لأشفع لك فأمسك المقرعة وارتفع عنه الضرب ببركتي سورة تبارك الملك إياك أن تتركها آه ثلاثون آية سورة هي ثلاثون آية شفعت لصاحبها يعني دقيقتين بثلاث دقائق أنت تقرأ سورة تبارك لا تبقى على نفسك كان شيخنا الشيخ بشير كرمان الحلبي نزيل المدينة رضي الله عنه دفين جنة البقية كان يقول والله لا يسأل في قبره من واضب على قراءة سورة الملك رأوها بدقيقتين وصلوا بثلاث دقائق اجعلها يا ولد إلى متى الآن تتركها أكثر الناس أن يصلي المغرب قوم يا الله لك يا ولد اقرأ سورته اقرأ ورد الصلاة اقرأ أوراد المساء قوم اقرأ اقرأ سورة الملك اقرأ سورة الواقعة اقرأ سورة ياسين واضب على أذكار المساء والصباح والمساء أنت تسعد في هذا تاب الله علينا وأصطح الله أحوالنا هذا الرجل عبد صالح وتدقيق عليه في المسألة وضربه وكسرت عظامه في القبر من أجل ايه باعت خشخيشها وكيف الآن الذين يا لطيف يكذبون ويغشون وينصبون يأكلون ملايين والمليارات بلعوا الدنيا ماذا يقولون للملكين في القبر الله السلام فلا زال الحديث عن موقف الاختصام عن موقف الاختصام اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين نعم نعم فيقول المستضعف